هذا ما تبقى من منزل عائلة الأسير إسلام لفروخ أسمنت أصم لبقايا شقة دون روح تحييها أو تحيلها إلى منزل دافئ فجرت قوات الاحتلال الجدران الداخلية للمنزل بعد ليلة دامية خلفت ثمانية مصابين لم تخلوا من المقاومة والاشتباكات طوال ساعة الليل هذه تقوة كبيرة من التياج حاصرت المنطقة طبعا حاصرت البناية اللي احنا فيها هاي الورانا أخلونا من البناية بالهدف كان من إخلاءنا من البناية اللي هو هدم البيت لأنهم كانوا مبلغيننا من قبل شهر ونص اللي بفغد بيته يعني شعور مش ببسيط شعور صعب اقتير الحمد لله بس احنا مستوعبين الأمر يعني في سبيل نيل حرية في الشعب الفلسطيني التضحيات مستمرة يعني واشتراحة تتوقف تتهم سلطة الاحتلال الأسير لفروخ بتنفيذ عملية التفجير المزدوجة بالقدس في نوفمبر الماضي أما سياسات هدم منازل منفذي العمليات فتأتي ضمن ما يسمى بسياسة الردع سياسة لم تثبت نجاعتها يوما وما تبقى منها هو فقط الانتقام والعقاب الجماعي لعائلة مكونة من ستة أفراد تبحث الآن عن سقف آخر يأويها إيمان جبور قناة الغد من مدينة رام الله